القصة الثانية المرأة الخاطئة كان يسوع في بيت رجل دين وبعدين ما قامش في الواجبات وبعد شوي أجت امرأة خاطئة في المدينة وكانت بتبكي وراه ونزلت دموعها على رجلين الرب يسوع وتبلت وصارت تمسح دموعه بشعرها وبعدين الفريسي قال لو كان هذا نبيا لعالم من هذه المرأة إنها خاطئة عالم الأفكار والقلوب الرب يسوع تكلم معاه قال له لا أنا عارف وعاتبوا أنه دخلت بيتك النتيجة قال هذه العبارة الرب يسوع غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا فإذن هذه المحبة اللي قادتها إلى الغفران الكامل وعبرت عن هذه المحبة بل أظهرت هذه المحبة تجاه الرب يسوع المسيح فتغيرت وحصلت على الحرية والشفاء الكامل